اليوم من راحة الوزارة المالية قلت لهم جبتوا إياي مثلا البصرة على سبيل المثال جبنا مدير الحسابات قلنا له تعال هاي مدير الحسابات وهذا دارت الموازنة وحلوها بيناتكم يعني خلو ما يضلل كتابنا وكتابكم أكو غلط خلي هو يفتهم يروح يسويه يجيبه بيده عمود نغلص لذلك هي دعوة أيضا لمدراء الحسابات في عموم المحافظات يروحون يقعدون يم الموازنة يمو قضية صعبة يعني يقل له شو تريد ما عندي جدول مثلا اليوم المحاضرين بغداد من إجوا أحد الأخوة الممثلين قعدوا المسؤول الموجود في دارة الموازنة يقل له يا بأ انت ما عندك هذا الجدول فارغ أنا شو أنا مشي فقل له أنا ما عندي مو أنا المشكلة بيه أنا داوم من كذا سنة كذا سنة بس المحافظة شو سوي لي فما راح شو سوي لي هو ما صدد لي يقول أنا خاف يا بأ البصرة صدرت الكربلة قال لي أنا اقتزم بالسياق ذاك خربط هو ما ملتزم بالسياقات حسا ما عرف محافظة بغداد هتش ملتزم بالسياقات حسا محافظة بغداد يقول أنا ما وقع ما وقع لهم عقود فقلنا له يا بنت مباشرة خلولي قال لي أنا عندي مباشرة قلنا له خلي الأمر يداري اللي باشرت بي فصار الاتفاقي وزارة المالية أنه الأمر اللي باشر بي المحاضر يوضع في حقل اللي خص العقود هذا اليوم صار اتفاقي هذا اليوم هي هم موجود أحد الأخوة ما عرفونه تمامهم على أساس تغير إجاب الحسن صار بمكان الممثل فمشت الأمور بهذا الاتجاه هس من وراء ما توصل من وراء ما تتغير من محافظة بغداد لأن القوام توصل من تربيات بغداد تروح إلى وزارة التربية وأنهم توصل لوزارة المالية هاي أظن الحلقة يكون واحد بالإيديم شبيه يعني نتمنى أنه ثلاثاء القادم يطرح هذا الموضوع والله عيب علينا بصراحة أنا أشوف المحاضر واشوف المرب الأجال اليوم كاذ الشارع أصلا عيب عليه مو بس على الحكومة عيب عليه كل واحد اليوم هذا الملف ومو صعب مثل ما اليوم تصوتوا على 400 مليار ما شاء الله أطيتوها للإقليم جان خليتونا ميتين أطيناها للمحاضرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر